السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم رجالة ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة كويسة في الفيديو ده علشان ندخل في الموضوع على طول هنحل المشكلة بتاعت ظهور ايكون التحميل بتاعت الدولود مانجر مثلا في ايكونة بتطلع حين للدولود مانجر علشان تحمل الفيديو من اليوتيوب او من اي موقع تاني تمام وهنحمل الاصدار ده علشان الاصدار ده هو اللي بيحل المشكلة دي هتلاقي لينك التحميل في الوصف في الفيديو تمام بالمنظر ده طبعا قبل ما تحمل لازم هتقفل الانتي فيروس من هنا او سواء لو انت كنت محمل اي برنامج انتي فيروس هتقفله ولو كنت محمل الويندوز عشرة هتقفل انتي فيروس بتاعك برضو من هنا ويندوز سيكريوتي وهكده فيروس وبكده ما ناجه سيتينج هنا وبكده هتخليها اوف تمام تمام بعد كده هتعمل للملف اللي حملناه ما حدش اقل يا جماعة ما فيش اي فيروس خلص في الموضوع ده مجرد باتش البرامج الانتي فيروس بتشوفه فيروس هنبدأ الاول اقفل جوجل كروم تمام حمل الاصدار بتاعك من هنا دي اللغة في عربي احنا بحب الانجليزي تمام وبعد كده اوكي نكست وتعلم هنا اي اكست نكست وبعد كده نكست نكست تاني وتسيبه لحد ما يخلص وبعد كده فانش بعد كده بدوس كلوز هنا تمام نيجي بقى الجزئية بتاعة الباتش ويندوز اوكي برضو على الرسالة دي وهنا مايكروسوفت برضو لما يتطلع لك الرسالة على مايكروسوفت دي مش هتطلع غير في ويندوز عشرة نيجي بقى علشان نفعل الاصدار اهم حاجة قبل ما تفعله هتقفل الانترنت دول المالجر من تحت من هنا ده ضروري جدا كليك يمين وإجزايت بعد كده نيجي على الباتش اكستراكت هير طبعا لازم تبقى قافل الانتي فيروس زي ما بلغتوكم في الاول هتفتح الباتش ييس هتضغط على كلمة باتش ركز معي بقى في النقطة دي هتضغط على كلمة باتش تمام وبعد كده هتضغط ييس وتروح على مكان اللي انت سطبت فيه الانترنت دولود مانيجر غالبا بيبقى في السي في البروجرام فايلز انترنت دولود مانيجر وبعد كده بتختار الملف ده تمام بعد ما بتختاره وتضغط عليه خلاص كده كده خلاص احنا مش محتاجين اي حاجة تاني من الباتش تقدر حتى تمسحه تمام او تخليه ما فيهاش مشكلة يعني خليه عندك علشان لما تعمل نسخة ولا حاجة تبقى خليه عندك مضغوط بالمنظر ده تمام كده خلاص الانترنت دولود مانيجر يتحمل عندنا وتفاعل حتى لما تيجي تتأكد تضغط على الريجستريشن هنا هتلاقي كلمة الريجستريشن هنا مش متحمطة زي اللي فوق يعني مش بيتضغط عليها تمام كده البرنامج تمام وتفاعل نيجي بقى ندخل للنقطة التانية نشوف هل فعلا بيحمل فيديوهات ولا لا علشان تفاعل الموضوع ده هتضغط على هنا تمام لازم رسالة دي تجي لك او تجيبها من فيه من الثلاث نقط هنا هتلاقي الانترنت دولود مانيجر هنا تفاعل دي تمام خلاص كده كده هو اشتغل معانا على الجوجل كروم ياريت لو تعمل ستارت الجوجل كروم تقفله وتفتحه من تاني نفتح مثلا اليوتيوب نشوف اي فيديو كده بس مش عايزين ناخد كوبيرايت اهو الايكونة طلعت على طول تضغط وتحمل على طول طيب فنفترض ان انت عملت كل ده وما ظهرتش الايكونة دي عندك او ما ظهر لكش الانترنت دولود مانيجر هنا الاكستنشن هنا ما ظهر لكش دي المربع ده ما ظهرش عندك كده الحل انك انت تخش على كنترول بانل وعلى الانستول تشيل تمسح الجوجل كروم خالص كليك يمين وانستول تشيله وتشيل الانترنت دولود مانيجر بعدها بعد ما بتشيل الانترنت دولود مانيجر بيطلب منك تعمل ريبوت او ريستارت للجهاز لازم تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك تعمل له ريستارت وبعد كده بترجع تسطب الجوجل كروم من تاني وبعد كده ترجع تسطب الانترنت دولود مانيجر هتلاقي الدنيا كلها مشيت معاك مظبوط زي ما حصل في الفيديو كده قدامك وشكرا واتمنى الاشتراك واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته